واخيرا نهاية دور المجموعات المسير جدا واللي كان مريان بالقصارة واللي حصل فيه حاجات غير متوقعة بالمرة سواء سعود فرق صغيرة متصدرة للمجموعة او حتى خروج منتخابات كبيرة زي الجزائر وتونس اللي خارجوا من دور المجموعات او زي الرسل اخضر وغينيا الاستوائية اللي تصدروا مجموعاتهم فوق مصر وغانا وفوق ناجيريا وكوديفور مجموعات كان فيها كلام كتير مجموعات كانت مصيرة جاين نتكلم على كل الفرق اللي خرجت من دور المجموعات واللي كملت وكمان هنتكلم وهنتوقع دور الستاشر والمتأهلين لدور التمانية هنتكلم في كل حاجة عن كسر الامم وملخص لدور المجموعات وتوقعتنا دور الستاشر في حالة النهاردة فامناخدش فيها حاجة انزلي اعمل لايك اعمل اعمل اشترك في القناة وفعل الجرس عشان حلقات او تكان او ما تنزل تجي لك على طول ويلا بينا نخدش في الحلقة هل في یعواجية من قهوة الكن وحالة النهاردة مس حالة تحليل المباراة ده حالة توقعات ما عملناش توقعات لدور المجموعات بما اننا او بما ان انا قلت ان دور المجموعات بديهي اوي وباديهية اوي فمش مستieldة اعمله دور المجموعات كان مسير جدا وكان في مفاجئات كتيرة جدا كان في مفاجئات ان كدفور بتصعد احسن توالد في اخر دقايق دور المجموعات بعد عبد محكيم زياش كسب زنبيا فبالتالي كدفار صعدت ولقينا منتخب مصري بيترنح وكموكم يخرج من البطولة بعد كده ساعة كتاني بتلت نقط بتلت عدلات بنشوف منتخبات كبيرة زي الجزائر وتونس بيخرجوا من دون المجموعات وميقدموش الشكل المطلوب او الاداء المطلوب وبالتالي ما بيكملوش في البطولة بنشوف منتخبات فتاكة امثال للسنغال اللي بياخد العلامة كاملة في مجموعة بتسع نقط او منتخب المغرب اللي بيقدم مباريات مميزة جدا وبيسعد كمان كاول مجموعته وبالنسبة لنا مغرب وهو الفريق الوحيد من وجهة نظري في افريقيا اللي يقدر يواجه السنغال كندبند وكفريق قوي ضد فريق قوي ولكن ده ما يمنعش ان احنا توقعاتنا ممكن تكون مختلفة في دور الستاشر تعا نتكلم على دور الستاشر نتكلم عن مباراة مباراة ونشوف مين الفرق اللي هتكون معنا في دور التمانية هناخدهم طريق طريق الطريق الاولاني هناخد طريق المغرب وطريق ناجيريا والكاميرون اول مباراة معنا وهي هتكون ما بين ناجيريا وما بين الكاميرون ناجيريا والكاميرون تاريخهم في الاقصائيات ما يلنحي شوية المنتخب الكاميرون لكن مش في مباراة الاقصائية في دور 16 ودور 8 مواجهات نهائية المنتخب الكاميرون يواجه ناجيريا في 3 نهايات ويقدر يتفوق في 3 نهايات وياخد بطورة من ناجيريا وده من اكتر نهايات اللي عبدت في البطولة ما بين الكاميرون ونجيريا ومعاهم ويكاميرون ومصر برضو بتلت نهايات ولكن الكاميرون بتفوق على النجيريا كتير في النهايات ولكن في ادور الاكسائية المنتخب النجيري بيقدر نوعا ما يتفوق على منتخب الكاميرون ولكن خلينا ننزل على ارض الواقع ونشوف مستويات الفرقين في الوقت الحالي هتلاقي نوعا ما الكفة ميلة شوية على منتخب نجيريا لان المنتخب النجيري اه مش الشكل المطلوب ودر المجمعات يعني اللي ماطش الاول يتعادل وخد صعك على بناغه من غني الاستوقية. وتعادل معاه واحد واحد ولكن قدر بعد كده التفوق على كودفوار واحد سفر ويتفوق على غن النبساة واحد سفر ويسعد من در المجمعات بسبع نقط ولكن الشكل المطلوب او الاداء اللي انا شايفه منتخب النجيرى مش الاداء اللي خوفت من النجيريا. النجيرية منتخب او طريق باصل اوسيمن تهمنا من سارتين ثلاثة بنقول بصل صلاح مع منتخب مصر دلوقتي المنتخب النجيري بقى معتمد لأوسيمن كليا نلعب قوار طويلة بس على اوسيمن ويلا بينا نشوف اوسيمن هيشدنا ازاي لقدام ده اللي بنشوفه منتخب النجيري. النحاء التانية منتخب الكاميروني. لا ده مش شايف خالص بقى. مش شايف مع الكاميرون. الكاميرون بتصعب في اخر دقايق اللقاء مع جنبيا. بعد ما كان كسبان جنبيا واحد سفر جنبيا بتقدر تتفوق عليه وتجيب الجنين في ديئتين وبتبقى جوه البطولة وهي اللي تسعد في دور الستاشر وفجأة بتلاقي جنبيا جاب الجنف نفسها وفي اخر ده المطش منتخب الكاميروني بيحط الجنة التالت وبيصعد من المجموعات. وده يدل على شيء ان المنتخب الكاميروني لما بيصعد اصلا بالعافية بتشوفه اخد البطولة في الاخر زي ما حصل في الفين وسبعتاشر لما صعد برضه من دور المجموعات بالعافية وخد البطولة فخاف من المنتخب الكاميروني هتقول لي خاف منه ازاي معلم ده بيقدم مستوىات سيئة. وقالك اه بيقدم مستوىات سيئة ولكن المستوىات اللي تا بتشوفها في دور المجموعات ممكن تنقلب تماما في دور الستاشر. زي ما شوفنا مثلا مع منتخب مصر السنة اللي فاتح كان بيقدم دور المجموعات سيء جدا ولكن في دور الستاشر فاق وبدأ يمشي في البطولة بشكل كويس. فمنتخب الكاميروني ده المنتخب النجيري مواجهة صعبة جدا 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 ولكن اتوقعاتي ان النصور الناجيرية هي اللي هتكمل لدور التمانية والمنتخب الكاميروني هي ودعنا من دور الستاشر. المواجهة التانية معانا في نفس الطريق واللي هي مواجهة ناميبيا وانجولا. لو جيت لك قبل البطولة وقلت لك ان في دور الستاشر هتلاقي مباراة مكونة ما بين انجولا وناميبيا هتدور عليها مجنونة. هتقول لي يا معلم اللي ثرقتين اصلا مش هسعده من دور المجموعات ولو فريق فيه وصعدت لا انجولا مثلا كاحسن توارد ولكن المفاجئة ان انجولا صعدت كاول مجموعة على الجزائر وعلى بوركينة وعلى موريتانيا وصعدت كاول مجموعة بسبع نقاط قدرت تتفوق على موريتانيا قدرت تتفوق على بوركينة وتعدلت مع الجزائر وساعتها قدرت تسعد كاول للمجموعة منتخب الانجولي منتخب مش الشرس مش منتخب اللي يخوف ولكن منتخب عنده بعض الحلول اللجومية اللي ممكن تخلص له اللقاءات. منتخب ناميبيا هو منتخب كان مفاجأة بالنسبة لي. قدر اتفوق ساعتها. على تونس ثلاثة نقط. ولكن بعد كده ما قدرش يتفوق. ولا على جنوب افريقيا. ولا على مالي خاصة من جنوب افريقيا. وتعادل مع مالي. وصعد كاحسن توالد. ولكن المواجهة بالنسبة لي خمسين خمسين. ممكن تلاقي ناميبيا في لحظة بتخطف جون وبتقتل الماتش. وممكن تلاقي انجولا برضو بتخطف جون وبتقتل الماتش. فمباراة خمسين خمسين ولكن انا توقعاتي لهذه المباراة هو صعود المنتخب الانجولي لمواجهة ناجيريا. المباراة التالتة معنا في دور الستاشر وهي مباراة مفاجأة تماما. ودي المفاجأة الحقيقية بقى. هي مواجهة كاففردي امام موريتانيا. الفرقتين بالنسبة لي مفاجأة. المنتخب كاففردي بيسعد كاول مجموعة على مصر وعلى غانا. وبالنسبة لي كان ممكن كاففردي يسعد كاحسن توالد. ولكن ما سعدش كاول مجموعة ويقدم المستوى المبهر. لانا شفته سواء من منتخب كفريق اساسي او كفريق احتياطي قدم مواجهات وقدم مباريات كبيرة جدا في كسر امام. ولكن منتخب العرب الشاكيك المنتخب الموريتاني هو منفاجأة الكبرى. منتخب الموريتاني بعد ما خسر اول مواجهتين وكانت بنسبة تسعين في المية خارج البطولة بيقدر في اخر مباراة في البطولة يتفوق على منتخب الجزائري. منتخب الكبير المنتخب العملالات بكل نجوم والمدجج بالنجوم الكتير بيقدر يكسبهم بقيادة العراب الافريكي امير عبدو بعد ما عمل الانجاز التاريخي مع جزر الكمر السنة اللي فاتت في البطولة اللي فاتت يعني وقدر يتخطى غانا ويكسيها من دور المجمعات ويسعد لدور الستاشر وبيخرج في مباراة درامية مع كاميرون صاحب الارض بيجي السنة دي مع منتخب موريتانيا وبيقدم نفس الملحمة وبيكسي منتخب كبير تاني وبيكسي منتخب الجزائري وبيسعد لدور الستاشر لمواجهة بالنسبة لي مواجهة خمسين خمسين بالنسبة لي مواجهة كبيرة منتخب كافيردي منظم جدا 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 بيقدر يتفوق سواء هجوميا او دفاعيا فريق منظم جدا سوف يطلق بالكورة سوف يحقك كتير ونحاء التانية منتخب الموريتاني نوعا ما بيحاول لعب على التحولات الهجومية وعلى سرعات الفريق الخصم فمين فيه من اللي نشوفه بيكسب مين فيه موالية الغلبة انا من وجهة نظري للأسف كبيردي هو اللي صعد لدور التمانية وللأسف منتخب الموريتاني هيودعنا من دور الستاشر المواجهة الاخيرة معانا في الطريق دوان يعني وهي مواجهة المغرب وجنوب افريقيا هتقول لي ده المغرب وجنوب افريقيا مواجهة سهلة للمنتخب المغرب ولكن انا بقول لك ان مواجهة المغرب وجنوب افريقيا هي مواجهة مواجهة ممكن يحصل فيها فجأة. ولكن انا وصك في المنتخب المغريبي اللي هو يقدر يتفوق على المنتخب الجنوب افريقيا. بالمناسبة منتخب جنوب افريقيا هو المنتخب الوحيد الذي يقدر يتفوق وقدر يفوز على المغرب السنة اللي فاتت في ظل ان المغرب كانت وكلة الاخدر واليابس صحة في افريقيا او في العالم. فبالتالي منتخب الجنوب افريقيا منتخب يقدر يرخم على منتخب المغرب. منتخب جنوب افريقيا مش منتخب سهد. بالعكس ده منتخب قوي جدا ليه? لان عنده بتاع التمن لعيبة تقريبا من موجودين في التشكيل الاسسية. فمنساجمين اه منساجمين معده كويس جدا حافزين معده كويس جدا طريقة اللاعب نفس طريقة اللاعب بتاعت سان داونز. فبالتالي ببه فيه صعوبة نوع عمال انت تواجه منتخب الجنوب افريكي ولكن المنتخب المغربي قادر على تخطي هذه العقبة وقادر ان هو يتفوق على منتخب الجنوب افريكي في زل المستوىات اللي هنا بتشوفها وزل المغرب مقدمش دور مجموعات قوي ولكن انا ونسك ان المنتخب المغربي في ادوار الاقصائية هيبقى اقوى بكتير جدا وهيسعد قدام جنوب افريكيا لملاقات كافر دي. الطريقة التانية بقى طريقة نوعا ما فيه مطباط بس مش مطباط علي قوي. اول مباراة معانا وهي مبارات مالي وبوركينا فاسو. مباراة هي مباراة خمسين خمسين حرفيا منتخب الجنوب اه منتخب بوركينا فاسو. منتخب مش القوي الفضيع ولا الضعيف جدا منتخب متوسط يقدر يلخم على فريق الخصم اللي قدامه. تحت انا منتخب المالي قوته القوية جدا والفريق الفريق كله بتشكل على حتة دي هو خط النص. خط النص قوي جدا من منتخب المالي خط النص يقدر يخليك تتفوق سواء دفعيا او هجوميا فمنتخب مالي يبقى منتخب الرخم اوى على بوركينا فاسو. وانا اتوقع ان المنتخب مالي هيصعد لدور التمانية وهيقصي المنتخب البوركيني. واحزر منتخب عادة من الموت. كوديفور في مواجهة السنغان. كوديفور بعد ما خلاص خسر مباراة اخيرة ضد غنيا الاستوائية في المفاجة اكبيرة جدا. اربعة صفر على ارضه وسط جمهوره. بنسبة كبيرة بيخرج مندور المجموعات بنسبة تسعين خمسة وتسعين في المية. وبيقيل المدير الفن بتاعه وخلاص المنتخب خرج مندور المجموعات. ولكن بتاقتل معجزة وبتاقتل مفاجأة ان المنتخب بيقدر يسعد لدور الستاشر عن طريق احسن توالت ولا مش عارف بقى اوحش توالت ولا ايه منو منتخب الكوديفوري قدر تفوق. ويسعد مندور المجموعات وبيواجه مين? بيواجه العملاق السنغالي. المنتخب السنغالي القوي جدا. المنتخب اللي صعب اوي تقدر تواجهه. سواء في الوقت الحالي او الوقت السابق. ومنتخب موجدج بالنجوم. منتخب قوي جدا. منتخب قادر على كسب او يقدر على فوز. اي منتخب واي فريق في العالم. فمواجهة تبقى صعبة جدا للكوديفور. كوديفور عنده ازمة. محتاج دول مدير الفني عشان يقدر يلعب West하드 الستاشر. لان يدروسة شرية يبقى صعب بدون المدير فني. مواجهة تبقى صعبة على منتخب قبéma السنغال الفريق المستقر الفريق اللي عنده مدير فني ملافين وخمستاشر. الفريق اللي بيقدر يتفوق كمان هو بيقدر يجدد جلده بيقدم لعيبة شباب على مستوى الهجوم هتلاقي هجوم على مستوى الدفاع تلاقي دفاع على مستوى خط النص هتلاقي خط نص على مستوىات كتيرة جدا هتلاقي منتخب السنغالي هو الاقوى ولكن انا حساسها وقلبي بيقول لي ان منتخب كوديفور مساعدش من دور المجموعية بالمعجزة دي كلها عشان يخرب من دور الستاشر فانا اتوقع ان كوديفور هيصعد لدور التمانية وهيكسب منتخب السنغال حامل اللقب في مفاجئة مدوية لملاقات منتخب مالي. وجهة الابلة اخيرة معنا بقى مواجهة الغنيتين بعد ما مستخب غنية الاستوائية ابل غنية بيساوى في دول المجموعات فاصعد لدور الستاشر عشان يقابل برضو غنية entrepreneur لكن المرات هي غنية بس بشي غنية اللي بس. غنية البس دي هي مفروض هي غنية الاقوى ما بين التلاتة ولكن المنتخب غنية الاستوائية بيقدم مفاجئة في هذه البطولة بيقدم اروض كبيرة في هذه البطولة سواء على مستوى التنظيم على مستوى التحولات الرجومية على مستوى الضغط العكسي على مستوى القوة البدلية على مستوى الالتحامات على مستوى كسب الصينيات على مستوىات كبيرة جدا منتخب غينيا الاسلوائية بيقدم بطولة فعلا مميزة وكان يستحق ان هو يسعد كاول مجموعة على كوديفار وعلى ناجيريا كمان في منتخب غينيا الاسلوائية مش منتخبت السهلة مش غينيا تخش بقى غينيا الاسلوائية هنديع له والشواني اللي بلا يبقى مطش صعب جدا وفي زل كمان غنية كونكري او غنية العادية دي ما قدمتش مستوى المطلوب في دور المجمعات وصعدك احسن توالد وبتاع فانا شايف ان مواجهة تكون اه خمسين خمسين ولكن انا متوقع وحاسس ان المنتخب غنية الاستوائية هيكمل المفاجأة وهيكمل الابور وهيوصل لدور التمية وهيقص غنية كونكري من دور الستاشر. اخر مواجهة معانا في دور الستاشر وهي مواجهة المنتخب الوطني منتخب مصر ضد غنية ضد كونغو الديموقراطية. مواجهة صعبة مواجهة قوية مواجهة اه بتلاعب فريق نفسي كلاحتك. انت صعدت كافضل تاني او صعدت كتاني بتلتة عدلات برضو كونغو صعد تاني بتلتة عدلات كلاحة. فهل المنتخب المصري هيقدر تفوق على كونغو ولا كونغو هتتكالح علينا وممكن اللي بقى تعادل رابع للمنتخبين يوصل بقى وقت اضافة ضربة الجزاء واللي اللي دي كلها. انا شايف مواجهة تريكي. والمنتخب المصري كمان نفس السيناريو بطولة اللي فاتت. بيخسر لعبين وبيخسر اه لعبين تقيلة في فريق واصابات كتير. بعد اخسرت محمد صلاح ضد غانة. بنخسر كمان الشيناود دي. وبنخسر امام عشور في دور اه في التمرين وبيجيلو ارتجاج في المخ وبرتكل. اصابات الرأس بتخليك تغيب ست 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 ايام تنتح ست ايام. فبالتالي امام عشور مش موجود ما عارف ما تشتكون غو دي معضلة كبيرة في نص الملعب هل بقى هنشوف زيزو مع حمد فتحي ومع مروان ولا هنشوف مهند لاشين ولا هيرجع عني تاني لمواجهة للتشكيل الاساسي مش عارف هي تريكي وهي مواجهة صعبة سواء على كونغو او على مصر بعد الاصابات وبعد الغيابات فانا حاسس ان ان شاء الله ان شاء الله اللعيب اللي تلعب مكان اللعيبة دي تكون على القادر المسؤولية وتكون سد سواء بقى اي حد هيلعب هيكون قادر له رجالة وموجودين ان شاء الله وابو جبل هيقدر سد وهيقدر يملى مكان الشناوي ولين الشناوي اصلا كان مستوحش في البطولة اي ان كان يلعب مين مكان صلاح هيقدر سد اي حد ان شاء الله من اللعيبة اللي هتلعب هيقدر يسده في المواجهة دي المواجهة تبقى صعبة انا خايف من الكونغو بزيل ان احنا اصلا دفعنا في الكنافة والكونغو عندها ترسانة هجومية قوية جدا 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 سواء بقى ويسا با كانبو عندهم ترسانة هجومية جدا وصعبين جدا وشوفنا ده قدام المغرب في دور المجموعات فبالتاني انا خايف ومتوتر والان من هزين مواجهة ولكن ان شاء الله بازن الله الكبرياء المصري هيطلع في المطش ده ومنتخب مصر هتعود له الزاكرة بتاعة بدورة واحد وعشرين وبتاعة الجيل الزهبي الفين وستة الفين تمانية الفين وعشرة وهيقدر اتفوق على الكونغو عشان يسعد ويواجه غنية الاستوائية في دور الثمانية فبس يا دي مواجهة دور الثمانية من وجهة نظري في مواجهة انجولا المغرب في مواجهة كاف فردي مالي في مواجهة ومصر في مواجهة غنية الاستوائية قولي توقعاتك انت في دور السلتاشر مينة يسعد معنا للدور الثمانية فلو في الاخر انتكت توقعات انا قولي توقعاتك في الكومنس ولو حلقة بدنا فستش تعمل وايك كل مرة تشوفني اعمل اشتراف القناة على الجرس عشان حلقات اهوتكان اول ما تنزل تجي لك انت على طول وتابقونا عشان الميديا تعطي فيسبوك وانستجرام تحت ويعام الشرعة على فيسبوك ريتويتر على تويتر وكان معكم مصطفى اشوفكم الحلقة الجاية سلام